بره ما رح تكون سهل على الفريقين خاصة يعني السد جاي من تعادل كان مهم يعني غير يعني محفز له بالنسبة له حق الصعود في الحق تحيل لكن الريان كذلك بعد فوزة 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 الصعب لكن هو خذ يعني الثلاثة نقاط المهمة في عدم وجود يعني أداءه ممتاز بالنسبة حق فريق الريان لكن الريان ماشي على يعني النقطة بنقطة وسلم سلم يوصل حق ثلاث نقاط مثل ما يعمل يعمل تحيل لكن فنيا أكيد احنا براء السابقة اللي شفنا عن شفنا السد في عدم وجود حسن هيدوس وسالم الهاجري وتكلمنا احنا من قبل على هذين اللاعبين وماثرين في السد السد بدل فترة الأخيرة يفتغد اللاعبين يعني اللي يعودون أماكن اللاعبين الأساسيين خاصة في مكان حسن الهيدوس ولا في خط النص في وجود سالم الهاجري معنا موجود قابي والكوري موجودين لكن مو بقاعد يعطون يعني ردة الفعل غوية بالنسبة اللي يعملها سالم الهاجري في السد وحسن الهيدوس كذلك في الهجوم الريان طبعا يعني تكلمنا احنا من قبل على عدم وجود الراس الحربة المخلص يعني اللي يقدر ممكن يسجل في أي وقت احنا تكلمنا على مفروض انه وجود سبستيان على الأغلى وحتى ما عندك انت مهاجم المهاجم انت جبته لعبته جناح المفروض ان انت الدخل سبستيان ولا الدخل اي لاعب شاب ممكن يغير لك في نتيجة المباريات خاصة انت بحتاج اليوم تخليص الفرص بشكل سريع والمباراة هذه راح تحدد بالنسبة لي اشوف راح تحدد ما راح يكون ادحي اذا كان بطل الدوري ولا ما راح يكون بطل الدوري اشتركوا في القناة